من أكثر الأشياء التي تجمع الصحاب في رمضان عن فطار صواني المندي والعروض المطعم المندي بتعملها ولكن هل الجودة في رمضان تكون كويسة مثل الأيام العادية أم أي كلام؟ كنت أفتر مع الصحابي في فرع حضر موت عنتر الذي في التجمع وحبيت أنقلكوا التجربة ونرى عروض الصواني هتطلع بلاستيك أو فانتاستيك يلا بينا كالعادة طبعا وصلت متأخر بعد الأزان على مجيب من أكتوبر والشباب كانوا مستنيني كما ترون والحمد لله الحقيقة صانية مقفولة لكي أصورها لكم قبل المعركة كنا نطربين حوالي أربع صواني من عرض الصحاب وده المفروض كده شكلها ومكوناتها فكسرت الصيامي بشوية بمية الأول كده ما كانت فيه قدامي بالح أو عصير ضيافة من المكان للأسف دي كانت صلطة الدقوس وصلطة الخضراء ودركوا نطربينهم مزيادة على الصانية ندخل على مكونات الصانية بقى والمفروض من الرز ده بالزبيب بس الحقيقة الزبيب اعتذر يومها مجيش تقريبا جودة الرز نفسه كبمعقولة ولكن كان بارد طبعا والكمية ممكن تبقى أذيب من كده شوية عشان تكفي من خمس لستة أفراد زي ما هم كبين وده كان سينوسي صديقي حب يسلم عليكو بس نجرب بقى الكفتة المفروض فيه 8 صابع وفعلا كانوا مظبوطين طعمها برضو كان حلو بصراحة يمكن ده أحسن حاجة في الصانية بالذات على انها كباردة كمان وفرمتها وطبلتها كانوا مظبوطين قوي هنا كنا بنسلك السجوء من بعده أنا وسينوسي وبرضو كميته مظبوطة زي ما هم كبين حوالي 8 صجوئات وطعمه كان حلو قوي برضو بالنسبة للمنبار المفروض الصانية فيها نفر ماندي مخصوص والطعم مكانش وحش ولكن المنبار كتسوية مش دايب قوي زي التجارب ليه في أماكن تانية وممكن يكون ده عشان ضغط أوردرات رمضان فنبسطناش من قوي في الصانية دي ندخل بقى المنبار للأسف ده كان أقل صنف في الصانية أولا كان فيه أربع منبار بدل ستة زي ما هم كبين والمنبار نفسه طري مش محمل منبار كده وخلطته من جهه محتاجة تحسن كتير أما الشيش طووك كان حلو بصراحة والكمية اللي نازلها زي اللي كبينه حوالي عشر قطعة آخر حاجة بقى كتفريخة شوية للأسف دي محتاجة تحسن كتير كتنشفة شوية فمبسطناش بها قوي لكن ده ملوش علاقة طبعا بأن الشباب قاموا بالواجب زي ما هم تشاهدين كده وتقدرنا كده من التجربة إن الصانية دي تكفي أربع أفراد صعب تكفي خمس أو ستة أفراد لو أكيلا ده كان حسابنا كده كنا حوالي 18 واحد فبالنسبة نصيب كل واحد في الحساب يعطيب المعقول ولكن تجربة الأكل نفسها مبسطتش بها قوي بصراحة حابب بس أشكر كل الناس اللي شغل في المطاعم وقت الفطار وهم صايمين ونفس الشكر ده لأهلنا وأمهاتنا في البيوت أنا بس حبيت أن أقول لكم التجربة بمصداقية باللي عجبنا واللي كان ممكن يتحسن عشان تعملوا حسابك لو فكرتوا تجربوا العروض دي بالذات في رمضان وطبعا الأهم من الفطار هي التحلية ولمة الصحاب بعدها فضربنا شوية رز بلبن والزلابية رايقين كده مع قهوتنا الجميلة طبعا وكده اليوم يبزبعت على الآخر هستنى رأيكم في التجرباتكم على المكان سواء في رمضان أو في الأهم العادية ورمضان كريم وعيد سعيد علينا كلنا